حصوات تعمل ألم دايما المرارة اللي فيها حصوات لما الحصوات بتتحرك في المرارة بتوجه أو المرارة تنقبض على الحصوات تعمل الألم وألم المرارة مشهور جدا مغس هنا يسمع في الكتف اليمين أو في الظهر من وراء وأحيانا يسمع في فم المعدة ويبقى مصحوب بغسيان وقيق ولازم يبقى مرتبط بأكل وخاصة أكل إيه دهون